الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الديني وبعد فإن نعمة الصحة من أعظم نعم الله عز وجل على عباده يقول نبينا صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ويقول صلى الله عليه وسلم من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحزافرها ويقول صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحزافرها فالمصائب قد تأتي الإنسان نائما يا نائما الليل مصعورا بأوله إن الحوادث قد يأتين أسحارا ولذا عندما يستيقظ الإنسان من النوم ماذا يقول الحمد لله الذي أحيانا بعد إذ أماتنا وإليه النشور فهي نعمة أن أعضى الله إليك حياتك وعضى إليك صحتك ويقول صلى الله عليه وسلم سل الله المعافاة فإنه لم يؤتى أحد بعد اليقين خير من المعافاة ويقول صلى الله عليه وسلم ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من قوله اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والأخاء اللهم إننا نسألك المعافاة في الدنيا والأخاء اللهم إننا نسألك المعافاة في الدنيا والأخاء اللهم إننا نسألك المعافاة في الدنيا والأخاء ويقول صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونويك من الماء البايد صحة الأجسام نعمة كل عضو من أعضائك نعمة البصل نعمة السمع نعمة المشي نعمة الكلام نعمة العقل نعمة قلب نعمة كبد نعمة ولا يمكن أن تكفي نعمة مكان أخرى ولا أن يسد عضو من أعضاء الإنسان مسد الآخر يقول ابن الرومي فلا العين بعد السمع تكفي مكانه فلا العين بعد السمع تكفي مكانه ولا السمع بعد العين يهدي كما تهدي والصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرف حقيقتها إلا المرضى من فقد البصل لو سألته يقول لك أهم نعمة في الدنيا هي النظر والبصل من فقد السمع إذا سألته يقول إن أهم نعمة هي نعمة السمع من أصيب بداء في كبده يقول لك أصعب مرض مرضي كبد ومن أصيب بالقلب يقول لك أخطر مرض مرضي قلب كل مرض يظن أصعب الأمراض حتى لو كان ذلك شيئا يسياد فالصحة شيء عظيم ثم إن علينا بعد ذلك أن نحافظ عليها لأنها نعمة ومن شكر نعمة أن نحافظ عليها والمحافظة عليها تكون بأمره أولا الأخذ بأسباب العلم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فإن الله عز وجل خلق الداء والدواء فتداووا ولا تداووا بمحرم ثم إن علينا قبل ذلك أن نأخذ بكل أسباب الوقاية وقد قالوا الوقاية خير من العلاج بل قال بعضهم داهموا وقاية خير من قنطاء علاج فإذا أخذت بالوقاية وتجنبت المرض أرحت نفسك من تعب المرض ومن عنائه ومن الإنفاق على العلاج لذا كانت الوقاية أسهل وأيصر أما إن قصرت في الوقاية ووقعت في الأمراض وقعت في إداء ربما عضاد أنفقت مالك وأتعبت نفسك وربما لا تحتمل وأهل العلم قالوا منع التبادي خير من قطع التمادي منع التبادي خير من قطع التمادي بما يعني أن دفع البلاء قبل وقوعه خير من وقع سمة علاج أيما أفضل أن تأخذ بأسباب الوقاية فلا تقع في المرض ولا تتألم ولا تقع في ألم المرض ولا تنفق أموالك على العلاج أو تهمل فيأتيك المرض فتخسر الأمرين صحتك ومالك العاقل الحكيم من يأخذ بأسباب الوقاية وأن يأخذ بأقوال العلماء منع التبادي خير من قطع التمادي الوقاية نؤكد الوقاية خير من العلاج فإذا كان هناك بقعوب أو في عروس ينتشر بين الناس وكانت إجهات الطبية والصح تضع أموان وقائية واجب علينا أن نلتزم بذلك فحياتك أمانة عندك وصحتك أمانة عندك وكما أنك أمين على حياة الآخرين وتحاسب إن قتلت نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض تحاسب أيضا إذا عرضت نفسك للهلاك فعندما نأخذ بأسباب الوقاية والإجراءات الوقائية والإحترازية نحفظ أنفسنا بفضل الله من التعرض للهلاك ونحقق مقاصر الشرع الشريف نسأل الله أن يرزقنا حسن الفهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة